نجي بقى الأصحاب بقى الأمراض المزمنة القلب والكبد والكالية نفس الوضع نفس الوضع هم مفيش عندهم أي مشكلة في أي حاجة خالص أي أعراض جانبية ليس لها علاقة بالقلب أو كذا أو كذا بعض الناس قالت يعني بناء على أن كان فيه نظرية بتقول أن موازنة النظرية دي برضو يعني بتبحث لها عن ملعب أنه فيه احتبالات تجلطات وخلافه وكلامين ده وليها تنطنة كبيرة برضو وكلام ده لسه ما تبحثش بشكل جدي لكن هنقدوا برضو على اعتبار الناس ملعوبة وعزم مننا قرارة عشان نريحهم فبنقول لهم اللي بياخد المصل ياخد أرس أسبرين إذا ما كانش بياخد أدواء السيولة يعني أخونا اللي عنده أدواء بياخد علاج للقلب ده ممكن يكون بياخد أسبرين قريدي أو دواء السيولة أي أن كان اسمه فبنش يحتاج دواء زيادة زي بغم ماشي إلا بياخدش دواء سيولة كبير أو صغير وهياخد التطعيم يبقى من أول يوم للتطعيم بياخد أرس الأسبرين بتاع الأطفال لغاية بعد نهاية الجرعة التانية بشهر هل ده صعب؟ ويريح دماغه ومن الرعب أخطر من المرض الحاجة التالتة يشرب مياه كتير شرب المياه كتير وراء لفتاقين كتير نهاية الجرعة وراء لفتاقين